وياريت بس ارجع لي الحتة دي يا بيوه بعد إذنك هي حتة ايه؟ حتة محمد عبد المنعم وعودته عودته للنادي الأهلي بشكل رسمي خبر مفرح جدا لنا كأهلوية وخبر كنا بننتظره جدا وكنا ولكن تفتكروا أولا برحلت لكم قد يكون هناك صفقة أو اتنين للأهل فواحدة هي جت الله أعلم فيه تاني ولكن دي الحمد لله إيه انضمت ومش صفقة أي صفقة ده محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر ايه بقى اللي غايز البعض اللي غايزكم؟ لما يطلع واحد في الإزاعة الصبح يقول لك ازاي فيوتشر يبدي مصرحة الأهلي على مصلحة النادي يا حبيبي مش كده والله العظيم انت قلم ده انت مالك طبيب ما هو دلوقتي واحد لعيف الأهلي الأهلي طلعه أهار ومش هو بس اللي طلعه أهار احنا مطلعين أكتر لعيب أكتر من لعيب في فيوتشر ومين قال لك ان فيوتشر ما بصوش لمصلحته؟ دول هم برضو كذبوا من الصفقة دي من صفقة عودة محمد عبد المنعم للنادي الأهلي ها؟ كذبوا ايه؟ سنة إضافية كريم نيدفيد لعيبتي إيه اللي قوي بتدى يستعد مستواه وشوفنا الكلام ده مع فيوتشر وكذبوا كمان مين؟ مانو عبد الرحمن مانو لعيب جامد جدا وأحد أهم مكاسب كاسر ربطة بالنسبة لنادي الأهلي فهو فكر في مصلحته ونفكرش وعلى فكرة الموضوع خد فترة عبالما فيوتشر وفقه واخده مكاسب فين بقى فين مصحة؟ ما هو فكره في مصلحتهم برضو وانت قيل مدايقك؟ الناس اللي بتتكلم في الحتة دي قيل مدايقهم؟ يقول لك طب إحنا دلوقتي عايزين عمر كمال يا حبيب عمر كمال مش مقيد في النادي اللي اتا أصدق عليه عمر كمال مرتوط بعاقت والكدوة مقوف نزمك عمر كمال مرتوط بعاقت ويحق لي بالمناسبة أنه هو يختار النادي اللي عايز يلعب فيه في حالة موافقة فيوتشر على رحيله هو فيوتشر بيمتلك اللاعد فحاجات غريبة بتسمحها مفروض ناس فهمة في الكورة بس للأسف كلامهم يقول عكس كده تماما مش حدي أكتر من كده في الجزئية دي ومش هتكلم أكتر من كده بس فيه ضغوط كبيرة جدا عن المسلماني والناس بتحاول تقول عايزين نشوف بقى المسلماني